نروح لزاملنا كريم أحمد كالعادة الحقيقة في كل برامل قناة النادي الأهلي من عشر الصبح وحتى الآن بتجدوا كريم متواجد مع الكل الحقيقة علشان يشرح لحضراتكم أو لكل جمهور النادي الأهلي إيه اللي بيحصل في بعثة النادي الأهلي إيه اللي بيعمله كابتن محمود الخطيب إيه اللي بيعمله فيتسو موسيماني إيه اللي بيعمله سامي أمصان إيه اللي بيعمله سيد عبد الحفيز إيه اللي بيعمله بقية اللاعبين الحقيقة اللي موجودين وبالتالي دائماً بتكون تغطية متميزة من الكرو اللي دايماً بيسافر علشان ينقل لحضراتكم كل ما يحدث فخلينا نروح لزاملنا كريم أحمد يا كريم طبعاً برحب بيك الأول وكالعادة الحقيقة ودائماً كل مرسلين قناة النادي الأهلي وكل زملائنا بيكونوا موجودين لنقل كل الأحداث وكل ما يحدث وبكفاءة عالية كالعادة الحقيقة فأنا بشكركم الحقيقة يا بنياب عن كل جمهور النادي الأهلي اللي امتبعكم من يوم الجمعة من وقت مسافر الفريق وحتى الآن كل ما حد يكلمني يقول لها إسلام شكر لنا الحقيقة المجموعة اللي موجودة بالكامل عاملين شغل رائع الحقيقة برحب بيك طبعاً في البداية يا كابتن الكبير كابتن إسلام الشاطر وبقولك حمدل على السلام يعني بقال كتير يا كابتن إسلام ما طلقتش معاك طبعاً في أي لايفات يمكن سبقاتها طبعاً في البطولة الماضية لأيفات عديدة جداً لكن بقولك حمدل على السلام ومنور الدنيا والحقيقة كابتن إسلام أجواء رائعة جداً وكواليس خاصة على شاشة قناة النادي الأهلي واستعدادات مكثفة كعادة فريق النادي الأهلي مبراء مهمة وأجواء أكثر من رائعة الحقيقة بنعمل إن شاء الله مع مرور الأيام حتى موقع المبراء يكون الجو والمناخ الكبير اللي احنا عينشي فيه والتركيز الأكبر كمان اللي شايفينه مع العيبة النادي الأهلي لكن الحقيقة في هذه اللحظات معني طبعاً واحد من نجوم النادي الأهلي الحقيقة صابقين وأيضاً كمان مدرّف فريق النادي الأهلي العام صاحب الخلق الرفيعة الكابتن سامي ومصام براحب بيك كابتن سامي في البداية وتحياتي لكابتن إسلام الشاطر أنا عارف أنت حابب تقول حاجة لكابتن إسلام قبل ما أتكلم معك حابب تقول لكابتن إسلام الشاطر تحياتي لي طبعاً وبقول له الحمدل على السلامة وربنا إن شاء الله يشفيك ويعافيك وتبقى دائماً متقلق إن شاء الله في القناة كان العادة يعني مبارسة عبقوا مباراة مهمة جداً الحقيقة كابتن سامي طبعاً مباراة مهمة جداً الحقيقة كابتن سامي والإجراءات طبعاً أو استعدادات بشكل عام لفريق قناة الأهلي المتعودين عليها الأجواء هنا شايفها إزاي منذ وصلنا حطنا في الأجواء وحط جمهور نادي الأهلي اللي هيسمعك النهاردة من خلال كابتن إسلام الشاطر من خلال شاشة القناة نادي الأهلي الاستعدادات مشة إزاي رغبة اللعيبة كل الأمور لحب الجمهور إسمعها كابتن سامي طبعاً مباراة مهمة بالنسبة لنا ومهمة لجمهورنا خاصة بعد الاستقبل إحنا نستقبل للناس جمهور نادي الأهلي استقبلنا في المطار وقديه مسؤولية خاصة طبعاً موجود الكابتن معنا رئيس البعثة كالعادة يعني بيحملنا مسؤولات كبيرة وثقة كبيرة وقدي إيه كابتن مهتمة جداً بالبطولة دي وكل بطولة بنشارك فيها عشان هو أكتر وحد حسب جمهور نادي الأهلي وعارف جمهور نادي الأهلي دايما متشوق للبطولات فإن شاء الله تكون بداية إن شاء الله موسم جديد بالنسبة لنا بطولة مهمة بالنسبة لنا وهم بطولة كبيرة بتلعب برضو بطل فرقة كبيرة عندها خبرات في أفريقيا وممكننا محقق السوبر مرتين وعندها ثلاث بطولات أفريقيا ورسم غيرين مدرب برضو وعندهم طموحهم اللي هم يكسبوا البطولة لكن أعتقد أن لعبة النادي الأهلي أنت عارف قدي على قدر المسؤولة دايما وعارفين طموح جمهورهم قدي إيه فأعتقد إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر إن شاء الله نستمر على نفس السقديات ونفس التركيز دوت وإن شاء الله نحقق البطولة بإذن الله ممكن نحن حضرنا بشكل جيد جدا حياة كبتسامي في قاهرة ومباراتين وديتين مبارات طلع الجيش ومبارات سموحها لكن الأهم هو عودة لعبين المنتخب الحقيقة والتدخل والجانب النفسي والجانب المعنوي واستقبال كل كل لعبة النادي الأهلي لأنه مطلوب جدا أن لعبة تخرج وتركز ودوافعة متجددة بشكل كبير جدا اللحظات واستقبال كل لعبة واستقبال المسلماني نقل الأجواد ونقل كل جمهور النادي الأهلي لعبة النادي الأهلي قلت لهم إيه بعد العودة من المتحدة يمكن أنت زي ما أنت قلت نشتغلنا على محورين مهمين جدا أولا اللعبة المتاحة بالنسبة لنا عملنا الحمد لله فترة كويسة جدا ختمناهم مباراتين وديتين مهمين جدا الحمد لله كانت أخيرة ماتشو سموحة وحققها الحمد لله مكسب كبير لأن أنت عارف البطولات الكبيرة في المنتخبات خصوصا لازم تعد كل لعبة لأن ممكن حاجات كتيرة تحصل لأن بلعب ضغط متشط كبيرة فكان مهم جدا لنحن حضر اللعب الحاجة الثانية طبعا لعبة المنتخب طبعا لعبة مهمة من نسبة لنا وقوة كبيرة جدا من نسبة لنا ممكن المباراة الأخيرة وطبعا والإخفاق اللي حصل وحصلنا على المركز الرابع طبعا الطبيعي بيبقى فيه أثار سلبية ممكن راجل صمم اللي احنا نستقبل كل اللعيبة وكنا عدين كلنا الجهاز كله وحتى الكابتن برضو نفس القصة يعني كان على رأس الناس اللي بيستقبلوا اللعيبة مهم جدا لأنت تقف جمعهم وصف الأوقات الزيادية مهم جدا لأنت ترجع له مساقطه في نفسهم تاني يمكن راجل صمم برضو اللي هو دي يوم يوم يفصلوا فيه عشان برضو بقى يرجعوا تامي الأجواء التركيز التاني المباريات وإن شاء الله يكون عندنا ثقة فيهم كبيرة جدا وكل اللعيبة المتاحة بالنسبة لنا وإن شاء الله يقدروا إن شاء الله يحققوا لهذا إن شاء الله من التدريب الأول بيباني الانتباع ويباني حالة التركيز لحكبت سام والتدريب النادي الأهلي الأول كان فيه جدية كبيرة والصور الكبير واضح إن اللعيبة مركزة بشكل كبير وأيضا كمان تدريب اليوم بتتفق مع أيضا الأمر ولا لأك طبعا خصوصا أنت عارف أن القائمة 18 لعيفة مهم جدا لكل اللعيبة بتقاتل كل واحد عاوز يحجز مكانه في الفريق كل واحد عاوز يساعد كل واحد عاوز يشارك في كتاب التاريخ البطولات دي أنت عارف تبقى التاريخ كبير جدا من نسبة لهم حاجة قيبة جدا من نسبة لنا وأعتقد إن شاء الله حاجة للراجل لو يختار الأنسب للمباراة وأعتقد إن شاء الله يكون اللعيبة يعني مقدرين المسؤولية كويس جدا ومقدرين البطولة كبيرة بالنسبة لنا بطولة مهمة مباراة مواحدة لكن ببطولة فإن شاء الله إن شاء الله تكون الفوز من نصبنا بإذن الله مش طبع عليكم عارف أنت عندك تماعك بتسامي لكن عايز أختم معك بجمهور النادي الأهلي الحقيقة استقباله الرائع والمميز جدا في مطار طبعا حمد الدولي هنا في قطر وعندنا ساقة كبيرة في اللعبين والجهاز الفني وسقطنا أكبر كمان في جمهور النادي الأهلي إن شاء الله نتمنى يملأ أستاذ أحمد بن العالي لإستابة هذه المباراة مردود الجمهور وسره شايف جمهور النادي الأهلي في هذه المباراة مفعوله يبزها وتأثيره على لعبين يبزها كبسة نحن بعد ربنا دايما عشامنا في جمهور النادي الأهلي يعني هو اللي بدينا قوة بدينا ثقة بدي اللعيبة قوة كبيرة جدا جدا يمكن أن أنت شفت الاستقبال وتأثيره على اللعيبة أنا كان معنا لعيبة جديدة أول مرة يكون معنا كريم وحسام وعمار وحتى لعيبة للويس وبيرس أول مرة يشوفوا جمهور النادي الأهلي وأدي عظمة جمهور النادي الأهلي والاستقبال الكبير اللي استقبلوا للعيبة فأعتقد الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله أعتقد اللعبة دي مش هتبقى بجهد والعرق عشان دايما يبقى النادي الأهلي رقم واحد فأفرك يوم وإن شاء الله دايما نفرحهم بإذن الله شكرا جزيلا أكيد بنشكر يا كابتن إسلام كابتن سامي أمصان على هذه التصريحات ويمكن الأمور الحمد لله حتى هذه اللحظة طيبة جدا ومشي بشكل رائع ومميز جدا أنا معك بقى كابتن إسلام لو في أي أسئلة أنا معك كابتن إسلام تفضل لا طبعا الأول أنا بشكرك جدا يا كريم وبشكر جدا الكابتن سامي أمصان على وجوده الحقيقة وعلى دائما الحقيقة يا كابتن سامي بيكون موجود معانا علشان يشرح دائما ردود الأفعال وإيه اللي بيحصل في الفريق لكن خليني وبشكره طبعا على الكلام الكبير والجميل اللي قاله على وجودي فأنا بشكره جدا كابتن سامي واحد من الناس المحترم اللي احنا كلنا بنحبها الحقيقة